بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الحادي والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون بعض العلماء يرى أن هذه الآية مرتبطة بالآيات التي قبلها لأن الله سبحانه لما قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذكر قصة إسرائيل عليه السلام نبي الله إسرائيل عليه السلام وهو أنه ترك ما تشتهيه نفسه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وسيأتي بيان هذا التحريم وقوله تعالى كل الطعام كان حلا أي حلالا لأن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه وبنوا إسرائيل أولاد عقوب لأن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وقالوا إسرائيل معناه عبد الله لأن إسر عبد وإيل هو الله فيكون إسرائيل عبد الله وهو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام نبي ابن نبي ابن نبي إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وذلك أن إسرائيل أصابه مرض إسرائيل عليه الصلاة والسلام أصابه مرض فأقسم إن شفاه الله من هذا المرض أن يترك لحم الإبل وألبان الإبل وكانت أحب شيء إليه كان أحب شيء إليه من الطعام لحوم الإبل وألبانها فحرمها أي منع نفسه تحريم هنا معناه المن منع نفسه من تناولها تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى فهذا مرتبط بقوله في الآية السابقة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فهذا إسرائيل عليه السلام ترك ما تحبه نفسه تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه يعني هو الذي حرمه على نفسه ولم يخرمه الله عليه وهذا يشبه النذر فالنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء أو يوجب الإنسان على نفسه شيئاً لم يوجبه عليه الشارع هذا يسمى بالنذر فإن قلت هل يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه الحلال وقد عاتب الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك لما حرم ماريها القفطية أو حرم العسل على نفسه من أجل أن يرضي زوجاته فالجواب أن هذا إذا صح أن هذا هو المراد بالآية فإن هذا يكون من شرع من قبلنا وقد جاء شرعنا لخلافه وقيل إن الآية كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التورة أن هذا رد على بني إسرائيل رد على بني إسرائيل الذين ينكرون النسخ في الشرائع ويقولون إن النسخ لا يجري في الشرائع فهذا إسرائيل حرم شيئاً من الطعام الذي كان حلالاً في الأصل وهذا نسخ هذا يعتبر نسخاً فإذا يكون النسخ واقعاً في شريعة الأنبياء الذين ينتمون إليهم الذي ينتمي إليهم بني إسرائيل يكون هذا حجة عليهم من قبل أن تنزل التورة ثم جاءت التورات وحرم الله فيها أشياء كانت في الأصل مباحة كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل ثم جاءت التورات وحرمت أشياء لم تكن محرمة من قبل كما أن إسرائيل حرم شيئاً لم يكن محرماً من قبل فهذا دليل على النسخ في الشرع ففيه رد على اليهود الذين أنكروا النسخ لأجل أن يتوصلوا إلى إبطال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإبطال شريعته لأنها ناسخة لما قبلها فإذا أبطلوا النسخ فإنهم يبطلون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا قصدهم فالله رد عليهم بهذه الآية كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وهذا نسخ من قبل أن تنزل التوراة لأن عهد إسرائيل سابق لنزول التوراة بزمان طويل لأن التوراة هي الكتاب الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام وموسى متأخر عن وقت إسرائيل ومع هذا حرمت أشياء بأمر الله سبحانه وتعالى كانت حلالاً في الأصل فهذا نسخ وهو في كتابهم ولهذا تحداهم فقال سبحانه قل يا محمد لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها أي اقرأوها إن كنتم صادقين وستجدون هذا موجوداً فيها تجدون أن الله حرم هذه الأشياء في التوراة وكانت من قبل حلالاً فهذا نسخ وكذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال لبني إسرائيل ولأحل لكم بعضاً الذي حرم عليكم كان محرماً ثم أحله الله في شريعة عيسى عليه السلام فهذا نسخ وهو واقع في التوراة والإنجيل الذين ينتمون إليهما ولهذا قال سبحانه قل فأتوا بالتوراة فاتلوها أي اقرأوها إن كنتم صادقين هذا من باب التحدي لهم لأنهم لو جاءوا بالتوراة وقرأوها لوجدوا الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن النسخ واقع في التوراة ثم قال فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فإذا تبين أن التوراة فيها تحريم لشيء كان حلالا من قبل وفيها نسخ قامت الحجة عليكم ولزمكم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن لم تؤمنوا فهذا دليل على المكابرة والعناد من بعد ما تبين لكم الحق وأنكم تقولون على الله الكذب تقولون على الله إنه لا ينسخ ما شاء سبحانه ولا يحلل ويحرم ما فيه ما شاء سبحانه مما فيه مصلحة العباد وهذا حجر على الله سبحانه وتعالى وتضييق على عباد الله عز وجل وهذا ظلم والله جل وعلا توعد الظالمين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون نعم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله نكمل الحديث عن هذه الآية في بيان ما تدل عليه من أحكام إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة